تصفية الجسدية والإهمال الطبي والتعذيب والإعدام حيث شهد شهر ديسمبر الماضي فقط 81 حالة تصفية جسدية ويتراوح إجمالي الأعداد التي قامت الداخلية والنظام المصري في عام 2018 بتصفيتهم ما يقرب من 345 في ظل حالة من التكتم التي تمارس من قبل النظام والحرب الذي يمارسه النظام على منظمات المجتمع المدني وبالأخص المنظمات الحقوقية معنا في المؤتمر الصحفي سوف تستعرض المنظمات الحقوقية المختلفة ما رصدته من وقائع القتل خارج نطاق القانون وهم مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان ورابطة العالمية لحقوق الإنسان الكلمة الأولى سوف تكون للأستاذ خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم تحياتي لكم جميعا مما لا شك فيه أن الانتهاكات تعددت وبصورة غير مسبوقة منذ 3-7-2013 حتى الآن إن كانت هناك انتهاكات تمت وفق إجراءات باطلة سواء كانت تحقيقات في أماكن احتجاز وعمليات اعتقال عشوائي أو إحالة القضاء عسكري أو محاكمة أمام قضاء السسنائي كما يحدث أمام دوائر الإرهاب كل هذه الإجراءات نستطيع أن نقول أنها تمت بموجب إجراءات قانونية نحن كموسات حقية لن عليها بعض الملاحظات ولكن يبقى القتل خارج نطاق القضاء واستهداف المعارضين وقتلهم دون محاكمة أو دون إجراءات قانونية هي السمة الأسوأ والانتهاك الأسوأ خلال عام 2018 هذا الانتهاك لم يكن وليد 2018 فقط وإنما كان منذ 3-7-2013 حتى الآن حيث شملت عمليات القتل خارج نطاق القضاء ما يقرب من 3000 مواطن ولكن يبقى 2018 هو الذي يسجل الرقم الأكبر من حيث استهداف المعارضين بعد القبض عليهم وإخفائهم قصرية وبصورة غير طبيعية وبصورة غير مقبولة وبصورة غير مبررة على الإطلاق نسمع كل يوم عن بيانات لوزارة الداخلية عن مواجهات وهمية تحدث بين الشرطة وبين المعارضين سموا بعد ذلك تصدر الداخلية بيانات أنه تم قتل كل من واجهتهم وبصورة غير مبررة كما قلنا وهنا أريد أن أعرض الآن حوادث حدثت في 2018 تؤكد ما نقول حادثة تمت يوم 9-02-2018 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن القبض على المواطن صلاح الدين عطي إبراهيم وأثناء المواجهة حدثت محاولة منه لإطلاق النار وتم قتله ثم بعد ذلك تأكد لنا كموسطات حقية أنه تم القبض عليه بتاريخ 25-01-2018 وكان مختفن قصريا في هذه الفترة ثم بعد ذلك في شهر مارس 27 مارس 2018 أعلنت الداخلية للمرة الثانية عن أسماء من قامت بقتلهم وهم إمام فتح إمام ومحمود محمد حسن عبد الحميد وأحمد مجد إبراهيم وقتلتهم الداخلية ورصدت المؤسسات الحقية أن الأسماء الثلاثة كانوا قيد الإخفاء القصري فكان إمام فتح إمام مختفى قصريا بتاريخ 2-02-2018 وكذلك محمود محمد حسن عبد الحميد بتاريخ 9-03-2018 وأحمد مجد إبراهيم مختفى قصريا بتاريخ 21-03-2018 ثم بعد ذلك أعلنت الداخلية في شهر 7-03-13 عن قتل خمسة أعلنت اسمين منهم فقط عبدالله يوسف محمد ومحمد عبدالرحمن حسان وتأكد لنا أنهم كانوا مختفين قصريا بتاريخ مختلفة فعبدالله يوسف محمد قبض عليه من الأسكندرية بتاريخ 27-04-2018 ومحمد عبدالرحمن حسان قبض عليه بتاريخ 6-02-2018 ثم كانت الحالة الرابعة التي أعلنت فيها الداخلية اسم من قامت بقتله محمد إبراهيم شهين وأعلنت قتله بتاريخ 10-09-2018 بينما كانت المؤسسات الحقوقية قد وثقت خبر القبض عليه وأخفاه قصريا بتاريخ 25-07-2018 بعد ذلك على الإطلاق لم تعلن الداخلية اسم واحد فقط ممن كانت تحدثت بينها وبينها مواجهة وتم قتله حوادث القتل كلها من 2018 حتى الآن لم تعلن الداخلية إلا الأسماء التي ذكرتها الآن فقط ووثقت المؤسسات الحقوقية خبر إخفائهم قصريا بعد القبض عليهم لمدة معينة أما بعد ذلك لا أسماء ونحن لنا أن نتساءل في هذا المقام نوجه تساؤل إلى النائب العام المصري الذي يسمح لنيابة أمن الدولة بأن تصدر أوامر بالإذن والضبط على إحضار هل بهذا الإجراء الغير طبيعي أنت تعتبر نائب عام للشعب أم نائب عام للنظام؟ أن هذه الجريمة يتحمل مسئولياتها بالدرجة الأولى أنها بالعام المصري ثم بعد ذلك تتحمل مسئولياتها بالدرجة الثانية وزارة الداخلية التي تصر على قتل المواطنين دون أن يكونوا هناك مبرر على الإطلاق أن جميع أحداث القتلة التي تمت منذ واحد واحد 2018 حتى الآن لم يعلن إلا أسماء من ذكرتهم فأين جسس الناس؟ أين جسس المواطنين الذين قتلتهم الداخلية؟ لمن سلمت هذه الجسس؟ يوم 30-12 أعلنت وزارة الداخلية عن قتل 40 فأين 40 مواطن تم قتلهم؟ ومن قبل ذلك أعلنت وزارة الداخلية عن قتل 8 فأين هم؟ ويوم 20-12 أعلنت عن قتل 14 فأين هؤلاء؟ لنا أن نتساءل إن كانت الإجراءات صحيحة وإن كان هناك مواجهات وإن كنا الآن نعلن أننا لا نصدق أبدا كل بيانات الداخلية فبيانات الداخلية عبارة عن بيانات مكتبية ولم يكن عليها أبدا ولم يتوافر لها أي تحريات جدية يترتب عليها أن تتوجه قوات للقبض وكل ما يصدر في بيانات وزارة الداخلية إننا إذا نقف اليوم في هذا المؤتمر فإننا نحمل النائب العامة المسئولية عما يحدث في مصر نحمل النيابة العامة المسئولية تلك النيابة التي انبطحت وتركت نفسها وتركت زمامها كاملا لسلطة تنفيذية غاشمة ولسلطة تنفيذية لا ترعى قانون ولا تحترم قضاء فهو يتحمل المسئولية كاملة ثم بعد ذلك نحن في هذا المقام نوجه رسالة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القضاء أن ما يحدث في مصر جرائم قتل للمعارضين تحدث بصورة غير طبيعية وعليه أن يكون له إجراء وعليه أن يخاطب النظام المصري حتى يتم محاسبة ومراقبة لما يحدث في مصر أن أحداث القتل خارج نطاق القضاء فاقت الوصف وفاقت الحد بصورة غير طبيعية وبلغت أعداد غير طبيعية في هذا العام نحن لا نريد أن نطيل وإنما نؤكد على أن رسالتنا واضحة هذه التحريات كاذبة أين جسس الناس الذين قتلوا رسالتنا للمدعي العام للمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون أن يكون له تحرك أكثر إيجابية لمحاولة وقف هذه الانتاكات التي تتم في مصر وشكرا لحضرتك شكرا جزيلا لك أستاذ خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان الكلمة الثانية هي الأستاذ أشرف توفيق مدير منظمة نجدة لحقوق الإنسان فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعزينا لأهلنا الداخل في مصر في فقدانة طوال عام دامي وخاصة الشهر الأخير 81 قتيل في مصر على يد الداخلية الحقيقة أن كل بيان تصدره وزارة الداخلية تنص فيها على أنه تم استئزان النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وخطابنا اليوم لكافة الأشخاص والمؤسسات في الداخل والخارج وخطابنا للنائب العام أن النيابة العامة عليها أن تمرئ ساحتها من هذه الاتهامات وتصدر بياناً أو تعلق على أزون الموت أزون التصفير الجسدية أزون القتل خارج نصاق القانون عليها أن نصدر بيان بحقيقة هذه الأزون هل النيابة تصدر أزون بتصفية المواطنين هل يقتل أبناؤنا في مصر على يد الداخلية بإذن من النيابة العامة وإن لم يفعل النائب العام فهو شريك والنيابة شريكة في هذا الجرم في حق الشعب المصري النيابة لا يجب أن يقتصر دورها على التصريح بدفن الجسس وتسليمهم لزوين في حالة التعرف عليهم ولكن النيابة الأمينة على حقوق المجتمع يجب أن تضلع بالدور الذي أنطى القانون لها القيام به حديثنا أيضا إلى النظام أن يكف عن استعمال القوة والعنف والإرهاب إرهاب الدولة الذي هو أصل كل عنف وكل إرهاب الدولة لم تزدهر فيها صناعة إلا صناعة الإرهاب وصناعة العنف والذي يصدره للعالم أجمع ويصدر الخوف حتى يكون وكيلا عن العالم في محاربة الإرهاب الذي يصنعه النظام بنفسه رسالتنا أيضا إلى الحكومات والأنظمة التي تدعم النظام في مصر هذا النظام في ظله مصر بلد غير آمنة وغير آمينة على حقوق مواطنيها وعلى أرواحهم مصر بلد غير آمنة حين تدفع ما يزيد على أربع تلاف من شبابها إلى الانتحار تحت عجلات المترو أو بإلقاء أنفسهم في النيل أو بالقفز من الأدوار العالية ليتخلصوا من حياتهم بدافع من سياسات فاشلة لنظام المصري مصر بلد غير آمنة حين تصفي 80 أو 81 شخص في شهر واحد بدم بارد وتزعم أنهم كانوا في اشتباكات ووصقنا في مرات سابقة عداد المختلفين قصريا لوصل عددهم لـ 11 الذين أعلان سعنهم الداخلية والآن أصبحت لا تعلن الأرقام لا تعلن سوى الأرقام وكأن الشخص ليس له أي بيانات يمكن أن تحصل عليها قبل أن تصفيه في تحريات لا يمكن أن توصف بأنها تحريات ولكن بيانات وتعليمات من النيابة العامة بالتصفير مصر بلد غير آمنة لا على مواطنيها ولا على مواطني الدول الأخرى وهذه الأنظمة مسؤولة أمام الشعب المصري وأيضا مسؤولة أمام مواطنيها ولكن ربما لا تكون الأمور واضحة في هذا الشأن طالما لم تحدث وقائع ونتمنى أن لا تحدث وقائع وإن كان حدث في السابق الطائرة الروسية التي سقطت والمواطنين المكسيكيين الذين تم اغتيالهم في الواحات والإيطالي جوليو ريجيني ولالي لانجل الفرنسي وغيرهم من الصحفين الهولنديين والكثير الكثير ماذا يقول هؤلاء الحكام لشعوبهم حينما تنتهك حقوق مواطنيهم خارج أراضيهم في مصر ثم تبرر الحكومة المصرية بقتل أبرياء من الشعب المصري وكأنها تقول في هذه المرة قتل أربعة فقتلت أربعين الواحد بعشرة هذا انتقام وليس تطبيق للقانون وخطبنا أيضا للأمم المتحدة أن توجه لجان تقص حقائق لأن ما يحدث في مصر هو قتل ليس فقط خارج انتقل القانون ولكنه يصل إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية فيجب أن تكون هناك لجان تقص حقائق لتقف على حقيقة هذا الموقف حتى لا يفلت مجرم من العقاب ورسالتنا الأخيرة إلى المعارضة المصرية فليس هناك سوى الملف الحقوقي ليكون قاطرة للتغيير إن أردتم التغيير وشكرا شكرا جزيلا لك أستاذ أشرف توفيق الكلمة الثالثة سوف تكون للأستاذ مصطفى عزب الممثل عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فليتفضل في الوقت الأخير يعني منذ أيام قليلة قامت السلطات المصرية بقتل أربعين مواطن مصري في رواية متطابقة تماما مع كافة روايات التي قامت قبل ذلك بتمررها وتبررها للإعلام وتسويقها للإعلام أنهم قتلوا خلال اشتباكات نفس الصياغة الركيكة لبيانات الداخلية ذات المواصفات ذات السطور يختلف فقط أسماء الضحايا أو أرقامهم أو مواقع ارتكاب تلك الجرائم الحقيقة أنه من حق والجميع يعلم ذلك أن من حق وواجب قوات الأمن أن تحمي المواطنين وأن تحفظ الأرواح وأن تستخدم القوة اللازمة لحماية الأرواح وللتعامل مع الأشخاص الخطرين إن وجدوا لكن إن حدثت تلك الممارسات ومورس هذا الواجب أو هذا الحق دون أي نوع من أنواع الرقابة كما هو حصل في مصر فالحقيقة أن هذا يحفز رجال الأمن على ارتكاب جرائم لا تقل في خطرتها عن أي جريمة إرهابية أخرى قد تحدث في مصر الجريمة تظل جريمة وجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار تظل جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار هي جريمة شديدة الخطورة لا يمكن أن يتغير وصف الجريمة إذا كان من مارس هذه الجريمة هو مجرد فرد أمن ليس لفرد الأمن ميزة عن أي مواطن مصري وليس لحاكم الدولة ميزة عن أي مواطن مصري إن مارس جريمة القانون وضع لكي يحترم القانون وضع لكي ينفذ لكي يسرع على رقاب الجميع هو قاعد عم مجرد لا تفرق بين حاكم ومحكوم وبالتالي إن مورس القتل من قبل رجال الأمن فالرجل الأمن مجرم وإن مورس القتل من قبل نظام فالنظام مجرم وإن مورس القتل من قبل أوامر تنفيذية فهذا اشتراك في الجريمة وبالتالي لا يجب أبدا أن يتم تمرير الأمر أو يتم تسويق الأمر إعلاميا وكأن النظام هذا محصن أو خارج إطار المحاسبة هذا أمر غير حقيقي وغير منطقي وغير واقعي وهذا يدفع البلد إلى الهوية الحقيقة أننا في مصر نعاني من حالة انهيار كبيرة جدا في منظومة الخضاء النظام يمارس القتل دون أي رقابة القضاء غير قادر وغير عازم على إنفاذ القانون وبالتالي كل ما يحدث في مصر هو خارج إطار القضاء هناك جرائم قتل ارتكبت ووثقت بشكل واضح جدا أنها جرائم قتل خارج إطار القانون وجرائم قتل عمبي مع سبق الإصرار عيننا العديد من جثامين الضحايا الذين قتلوا في التصفات الجسدية منذ العام 2015 ووثقنا مع شهود عيان واطلعنا على أوراق رسمية تثبت تعرض بعض الأشخاص إلى الاختفاء القصري وكل هذه الأدلة أفادت أن هؤلاء الأشخاص قتلوا خارج إطار القانون مع سبق الإصرار الدولة خرجت من مقرتها الأمنية وهي تعزم أن تعتقل هؤلاء الأشخاص ومن ثم تصفيهم خارج إطار القانون دون أي فرصة لهم للإنصاف القانوني ودون أي فرصة لزويهم بعد ذلك من التقدم إلى جهة قضائية لكي يحصلوا على الإنصاف القانوني حين ينهار القضاء فنهار مؤسسات الدولة وبالتالي هناك مجرم طليق في الدولة لا يستطيع أحد أن يكبل يديه لا يستطيع أحد أن يوقف جماحه وأن يكبر جماحه في التعامل مع أرواح المصريين بهذه الصورة المهترئة الأمر أصبح خطيراً الغاية لا يجب أبداً أن تمر جريمة قتل أربعين مواطن مصري نحن لا نتطلع لا نزعم أننا تطلعنا على ملابسات الواقعة ولا نزعم أننا لدينا تفاصيل دقيقة عن أسماء الضحايا ولا نعلم من هم حتى هذه اللحظة ربما نعلم اسم أو اسمين لكن لا نعلم أغلب المقتولين في هذه الجرائم ولا نعلم تفاصيلها لأننا ليس لدينا وسيلة حقية للطلاع على هذا ولأن النظام المصري يمتنع بشكل كبير جداً وكامل جداً في كل جرائم القتل خارج طرقانون عن فتح أي تحقيق قضائي جرائم القتل التي ارتكبت خارج طرقانون منذ العام 2013 حتى هذه اللحظة ليس هناك تحقيقاً قضائياً واحداً إذا ما امتنعت السلطة القضائية والنيابة العامة هي المصاري الوحيد لتحريك الدعوة الجنائية في مصر إذا امتنعت عمداً عن التحرك في هذه الجرائم وإذا امتنعت النظام المصري عن فتح تحقيقات فهو المتهم الأول في هذه الجرائم لا يوجد تقارير طبية حتى هذه اللحظة لأن النظام يعلم جيداً أن التقارير الطبية إذا صدرت من الطب الشرعي فإنها ستدينه بما لا يدع مجال للشك نحن لا نقول أن كل هذه الجرائم وكل الأعداد القتلى لا نستطيع أن نؤكد أن كل أعداد القتلى يخرج طرق قانون لكن بالتأكيد تظل لكلها محل شك لدينا على الأقل توصيق أكثر من 200 حالة توصيق دقيق أنهم كانوا مختفين خصرياً هناك عشرات غيرهم ليس لدينا توصيق عنهم لنعلم أسماءهم حتى لكن هل هذا مبرر أن يقتلوا دون أي تحقيق دون أم يكون المواطن المصري والشعب المصري والصحافة والإعلام الرأي العام العالمي مطمئنة لأن القتل في مصر يمارس وفقاً للقانون ليس خارج قطار القانون بهذا العبسية الموجودة في مصر الأمر هناك يجعل الجميع كل من يتسم بأي قدر من الإنسانية النشاطين في مجال الحقوق الإنسان السياسيين القوى الإعلامية والجهات الإعلامية في الداخل والخارج الصحفيين كل صاحب رأي كل صاحب قلم حتى النشاطاء على منصات التواصل الاجتماعي بالتحدث عن هذا الأمر وبتتشين حملات تدفع النظام المصري إلى أن يلتزم بالقانون أكثر الأمر نحن أمام مصار منسد تماماً لأننا لا نجد في مصر أي مصار قضائي سليم يمكن أن نلجأ له لكن في الحقيقة الضغط الإعلامي ربما يأتي بفائدة الضغط الحقوقي والتكاتف الإعلامي والسياسي ربما يأتي بفائدة علينا جميعاً علينا جميعاً أن نتكاتف في هذا الباب بشكل كبير لا يجب أن تمر كل هذه الجرائم دون حساب على مرتكب تلك الجرائم أن يدفع السمن على النظام المصري أن يلزم على احترام القانون إن كان لا يمتلك مؤسسات تلزيمه على احترام هذا القانون وشكراً لكم شكراً جزيلاً لك أستاذ مصطفى عزب الكلمة الرابعة سوف تكون لأستاذ حسين صالح وهو الممثل عن الرابطة العالمية لحقوق الإنسان فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وكل الإنسانية بخير هكذا نتمنى ونحن في بداية عام جديد ننتظر أن يكون غير عوام مضت مليئة بالانتهاكات والجرائم التي سلبت الإنسان حقه في أن يعيش وليس فقط حقه في التعبير عن رأيه أو التمتع بحريته في مصر سنت وزارة الداخلية المصرية سنة التوحش بعدم التوقف عن الإعلان عن تصفيت مواطنين مصريين في الأعوام الأخيرة أغلبهم من الشباب في عام 2017 صفت وزارة الداخلية 177 مواطن مصري وفي 2018 وزارة الداخلية من جديد تصفي 151 مواطن مصري الحقيقة كما أكد الزملاء من قبل بيانات كربونية تصل لحد تطابق لا يختلف فيها إلا أسماء الضحايا وأماكن ارتكاب الوقائع جرام التصفية جسدية بتثم بشكلين إما بعد اختفاء قصري بيتم القبض على الضحية وإخفاءه قصريا في مقرات الاحتجاز السرية التابعة للمخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني وإما في مكان القبض بعد ساعات من الاستجواب والتعذيب والتوحش الحقيقة في التعامل مع الضحية ومن ثم قتله أما ادعاءات وزارة الداخلية في كل بيان أنه الضحايا قتلوا في اشتباكات التصور الجنائي والمنطقية لرواية الداخلية منعدمة الحقيقة وإحنا بنرصد وقاع التصوية الجسدية في 2018 رصدنا وقاع اشتباكات حقيقية حصلت ما بين وزارة الداخلية وما بين من حملوا السلاح ضد وزارة الداخلية في 21 فبراير 2018 اشتبكت وزارة الداخلية قوات تابعة الوزارة الداخلية مع تجيار مخدرات النتيجة أصفرت عن إصابة عريب شرطة وأنصرين من الخارجين عن القانون كما وصفهم البيان في 10 إبريل 2018 قتل زابط وقتل شخص من تجيار مخدرات في اشتباكات الحقيقة دي النتائج المنطقية للاشتباكات اللي بتتم أما أن احنا نتحدث عن 177 151 345 في صفوف المشتبكين مع وزارة الداخلية في مقابل عدم إصابة أي عنصر من عناصر وزارة الداخلية فده بيؤكد السابت لدينا أنه عملية القتل بتتم بعد القبض على الضحايا والتمكن منه أما بعد فترة كما سابت بالتصفاء بالاختفاء القصري أو في مكان الاحتجاز أو في مكان القبض بعد ساعات من الاستجواء قوات الجيش المصري أيضا في 2018 كانت موجودة وحضرة في ممارسة التصفية الجسدية بشكل كبير جدا في سيناء محصلة قتل الجيش للمواطنين المصريين في سيناء وصل ل661 حالة تصفية جسدية إضافة ل151 حالة على يد وزارة الداخلية المصرية أنا أؤكد على حديث الزملاء من قبلي أننا نطالب بضرورة وقف عمليات التصفية الجسدية في مصر وإجراء تحقيقات شفافة في كل الوقائع محاسبة من قتل هؤلاء محاسبتهم بالقانون رجال القانون وقوات الشرطة مسؤولة وسببية وجودها هو حماية أمن المواطنين وحماية أمن المجتمع وليس قتل المواطنين وتروعهم وإرهابهم ونطالب أيضا المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكل المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان التدخل نحو وقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تحرم المواطنين والمصريين من حقهم في الحياة بشكل مستمر في مصر شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ حسين صالح الممثل عن الرابط العالمي للحقوق والحريات الكلمة الأخيرة سوف تكون من نصيب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان والأستاذ محمود جابر وأيضا البيانة الختامة في البداية بنتوجه بالشكر لوسائل الإعلام المختلفة والقنوات الفضائية التي تقوم بتغطية فعاليات هذا المؤتمر والشكر لكل الصحفيين نحن نتحدث عن جريمة القتل خارج نطاق القانون في مصر والحقيقة كلمة مؤسسة عدالة حقوق الإنسان نختصرها في أن هناك رسالة إلى النظام المصري نقول له أنه الآن يصدر العنف بشكل ممنهج وبشكل مستمر وبشكل واضح لا لبس فيه ولا غمود للمجتمع المصري وهذا نذير خطر على مصر وعلى المجتمع المصري وعلى الإقليم العربي وكل الجوار المحيطة بمصر لذلك ينبغي أن يقف نزيف الدماء في مصر يجب أن يتوقف القتل خارج نطاق القانون يجب أن تتوقف جميع أعمال العنف التي تصيب أجهزة الشرطة وأجهزة الجيش العنف لا يولد إلا عنفا فبالتالي مصر تحتاج إلى وقفة مع هذا العنف ووقفة مع أجهزة الشرطة والأجهزة التنفيذية التي تطلق الرصاص بشكل عشوائي وبشكل ممنهج يدل على أنه جريمة نظام لا ينبغي أن يبقى هؤلاء دون محاسبة ودون تحقيق في هذه الجرائم خاصة التي وقعت خلال 2018 بشكل خاص نتحدث عن 345 حالة قتل خارج نطاق القانون خلال 2018 فبالتالي هذه جريمة وهذه الأرقام يجب الوقوف عنها كذلك نحن نطالب السلطات المصرية بضرورة الكشف عن المختفين قصريا لأكثر من عام حتى هذه اللحظة هناك مختفين قصريا يجب الإفصاح والكشف عنهم وإلا سيكون هؤلاء في عداد أيضا المقتلين والآن إلى بيان المؤتمر الذي اجتمع عليه المنظمات الحقوقية التي عقدت هذا المؤتمر الصحفي البيان بعنوان لا للقتل إن حق الإنسان في الحياة لا يملك أحد التفريط فيه ولا يجب السكوت عن أية انتهاكات ترتكب من قبل السلطات المصرية تجاه هذا الحق فلقد تعددت وتنوعت حالات القتل خارج نطاق القانون ببين قتل عن طريق التصفية الجسدية وذلك بإطلاق الرصاص من قبل الشرطة المصرية أو قوات الجيش النظامية خاصة في سيناء أو قتل بالإهمال الطبي أو قتل بالإعدام التعسفي الصادر بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة وقد تابعت المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن الحقوق المصري ما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية من قتل أربعين مواطن مصري في رواية متكررة نتيجة تبادل إطلاق النار ليصل إجمال عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل لترتفع أعداد القتل إلى 345 حالة قتل خلال السنوات الخمس الماضية الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة فالحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ولا يجوز أن يتم التذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك حق الإنسان في الحياة أو تجاوز القانون لذلك يطالب الموقعون على هذا البيان بالتالي أولا وقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة ضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون ونطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر خاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون الموقعون على هذا البيان مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان مركز الشهاب المنظمة العربية في بريطانيا الرابطة العالمية لحقوق والحريات منظمة نجدة لحقوق الإنسان شكرا لكم شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود جابر ووصلنا معكم إلى نهاية هذا المؤتمر